السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا الطالبة سلم وحيد عبد الحليم طالبة في الفرقة الرابعة كلية تب البيطاري جامعة القاهرة نتكلم المرادة ان شاء الله عن ريفيو عن الأوميجا 3 والأوميجا 6 fatty acids ده كان مطلوب اننا في مادة الزيوت والدهون والبيض اتبع قسم الرقابة الصحية على الاغذية هنشوف دلوقتي الـ Table of Contents ان شاء الله نتكلم عن الـ Structures of omega 3 والأوميجا 6 fatty acids الـ Sources بتاعتها والـ Functions من وجه نظر الـ Human Health والـ Applications وهنشوف الـ References اللي استعملناها في الـ Review ده هذا الـ Project prepared عن طريقة دكتورة شريم محمد رفعت ودكتورة سارة مرزوق علي دكتورة سارة عبد العظيم أحمدي ودكتورة سلواء إيهاد إبراهيم هنبدأ دلوقتي في الـ Review بنسبة للـ Structures للـ Omega 3 والـ Omega 6 fatty acids أولا الـ Omega 3 نتكلم بشكل جنرال نقول ان الفاتي acids لها 2 Ends الـ Carboxylic End which is considered to be the beginning of the chain بنسميها الـ Alpha والـ Methyl CH3 End which is considered the tail of the chain and called Omega فبالنسبة للـ fatty acids النomenclature بتاعها هيكون according للـ location بتاع الفرس double bond counted من الميثايل Omega End أو الـ N End فالـ Omega 3 fatty acids are polyunsaturated fatty acids with a double bond at the third position from الميثايل End كأجزامبلز وأهمهم هو الألفالينولانيك أسد أو الـ ALA ده كومبوز من 18 كاربون أتم فيه ثلاثة cis double bonds وأول double bond موجودة عند الثرد كاربون من الميثايل End ثاني واحد الإكوسا بنتاينويك أسد أو الـ EPA كومبوز من 20 كاربون أتم وفيه خمسة cis double bonds وأول واحدة موجودة عند الثالث كاربون أتم من الميثايل End ثالث واحد هو الدكوسا إهكساينويك أسد أو الـ DHA ده مكون من 22 كاربون أتم وستة cis double bonds وأول واحدة موجودة عند الثرد كاربون أتم بين الميثايل End الأوميجا سيكس فاتي أسد ذهما فاميلي من الـ Pro-Inflammatory Poly-Unsiturated Fatty Acids have in common إن هم عندهم الدبل بون من الـ N6 position سادس كاربونة من الميثايل End كأجزامبلز الأراشيدونيك أسد كومبوز من 20 كاربون أتم وفيه أربعة cis double bonds وأول واحدة موجودة عند كاربون number 6 من الأوميجا End واللينولايك أسد كومبوز من 18 كاربون أتم في 2 cis double bonds أول واحدة موجودة عند 6 كاربونة من الميثايل End السورسات الأوميجا 3 الأوميجا 6 فاتي أسد أولا الأوميجا 3 الألفالينولايك أسد أو الـ ALA هو الـ Principle الأوميجا 3 فاتي أسد في الهيومن بيين الهيومن بيين هيبقى الـ EPA والـ DHA فالـ ALA هنلقيه فود زي الفلاك سيد أويل الهيمب سيد أويل 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 والفيش زي السالون والمكريل والساردين والأنشوغا والتيونة نما الأوميجا 6 فاتي أسد الـ Principle هو اللينولايك أسد في الهيومن بيين هيتحول للـ جاما لينولايك أسد which will later be synthesized with the EPA من الأوميجا 3 into إيكوسانويد وهناتكلم عنهم قدام اللينولايك أسد موجود في فود زي الفلاك سيد والغريب سيد والباين والباين والبستاشيو والسنفلاور 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 الفنكشن للأوميجا 3 والأوميجا 6 فاتي أسد أولا من الهيومن هنقول الأسنشل فاتي أسد ديشنسي جنرالي هتؤدي إلى حدوث الدرماديتس والسطنت في الإنفانس والشلدن هتزاود السسيبتابلتي وإنفكشن بينما الأوميجا 3 فاتي أسد كفنكشن سنقول الأوميجا 3 فاتي أسد في البراين هو الDHA مفرون بيحصلوا Accumulation في الperinatal cortical expansion and maturation Animal studies demonstrated in the reductions في الperinatal brain DHA acruel is associated with deficits with deficits with deficits in neuronal arborization أو branching بتاع nerve cell زي الدendrites يعني يمكن Deficits growth بالنسبة للأوميجا 6 fatty acids فهما بيخشوا في المني bioactive signaling molecules involved في immune response with cardiac muscle contraction البعيولوجي بيطارجة الأيكوس بيمرو لها destruction فيوقفوا عملية inflammation بينما الايكوسانويد driven من الأوميجا 3 fatty acids decrease the functions بتاع الأوميجا 6 فالثمين عاكس بعض معنا كده two families of hormones need to be in balance to maintain optimum health on a side note بنقول very high omega 6 to omega 3 ratio لما تكون الأوميجا 6 أعلى في الديت ده بيبرموت الباتوجينيسيس to many diseases including cardiovascular disease cancer inflammatory and autoimmune disorders بينما يعني زيادة الأوميجا 3 في الديت exerts suppressive effects على الباتوجينز دي أو الأمراض دي الأبليكيشنز للأوميجا 3 وأوميجا 6 series is integrated عامة في الانيمال feed والهيومن food والنيوتراثيوتيكال products sustainable alternatives للنيوتراشنال important fatty acids بيكون من oils من الميكرو ارغنزم بنسميها single cell oils أو SCO المشكلات مشكلتها أن الييلد والكوست بتاعتها عالي أو dietary supplements are the largest segment بس مشكلة أنها slow growing الفرمسوتيكال category is set to witness significant growth خاصة ان الكونسيومرز بدأوا يتجهوا اكتر للأوميجا 3 polyunsaturated fatty acid products كمان by doctor's orders يعني لكن اكثرهم growth هو الانفنط formula segment بالزات علشان بيكون DHA fortified infant products ده طبعا beneficial development with cognitive capabilities and the overall development in infants دي ريفرنسز اللي استعملناه في ريفيو بتاعنا المراد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته